الجمال لشقرة أكتر حاجة بتواجهنا إيه الآن واللي كان بيوجهنا كمان في الماضي إيه أخطر التحديات اللي بتواجه مصر التحديات يعني الرئيس قال في الخطبة الأخيرة بتاعته إن مصر مستهداف وإذي حقيقة تاريخية وحقيقة تاريخية الدخول في التفاصيل الكتير بقى متعلقة بالموقع الاستراتيجي وأهمية مصر ودورها في الإقليم دي مسألة ممكن نتكلم فيها في حلقة كاملة لكن الوضع الحالي يفكرنا بالوضع في القرن السادس عشر وتحدي كان خطير وأنا قشرت له بسرعة في الحلقة إنه عندنا الفرس طمعانين في الإقليم الإقليم وفيه تمدد للمذب الشيعي وعندنا العثمانيين رجعوا من الاستغراب كانوا متاجين غربا وقفوا عند أصوار فيهن عند النمسا الحالية وراحوا مراجعين للمنطقة ضربوا الفرس في موقع اسمه جلديران سنة 2014 ودخلهم على المنطقة العربية خدوها كلها خلينا نركز على إنه التفسخ والانقسام والفرقة والاضطراب هي اللي سهلت لي الدولة العثمانية هذا الدخول وطبعا الأزمة الاقتصادية ومؤامرات إلى آخر ده الوضع ده تقريبا قدامنا على الخريطة دلوقتي هو هو بإضافة إسرائيل يزرعت في المنطقة فاحنا عندنا الآن برضو إيران ليها أطماع في المنطقة ورفع شعار الهلال الشيعي وهذا الأردوغان المجنون رفع شعار إعادة الدولة العثمانية ومسميها العثمانية الجديدة وطبعا هو بيلاقي معارضة كبيرة في بلده لكن هو يعني غرور العظم يعني لبسته مسألة الخلافة والزعامة والسلطنة وما إلى ذلك وأنا بحيح حضرتك عن أنك بتهاجمه باستمرار وبتطلع أخطاءه الكبيرة بحق يعني بتهاجمه بحق وإحنا عملنا عليه مؤتمرات في الجامعة وظلت طلعنا عيوب وسلبياته طبعا المسألة هنا خطورتها أن إسرائيل موجودة في المنطقة إسرائيل عدو تاريخة أيضا نعملين سلام مع إسرائيل لكن إسرائيل موجودة في المنطقة والمنطقة لا تزال مهددة وكل واحد يدور على مصالحه وفي قطبة أمريكية موجودة له مصالح التحدي اللي بيواجه المنطقة بالكامل من 2011 إحنا شفتها بقى فيلم كده على الطبيعة اللي هو الفوضى الخلاقة عشان نعيد رسم الخريطة ده ده هيخليني أفتكر سايكوس بيكو وأنا لما سألت سيدة الرئيس أنه يفند منه في سايكوس بيكو قديمة ونفذوها وبالتالي التاريخ بيصنع يعني هو التاريخ من الممكن التحكم فيه والتاريخ كما ينبغي أن يكون بالنسبة لمصالحهم فهم عملوها عملوا الخريطة بتاع سايكوس بيكو ونفذوها الآن الوضع خطير وهم أيضا بيخططوا لصناعة التاريخ والدليل على كده أنه عملوا الفوضى الخلاقة وانضربت سوريا وانضربت العراق وانضربت اليمن وليبيا والإقليم الوضع رهيب وفيه بالإقليم دولة عميلة قطر العميلة اللي بتمول واللي أنا مش قادر أسميها دولة عربية الشعب القطري على رأسي من فوق وأشققنا لكن الحكومة دي حكومة عميلة ولذلك الخطر موجود هنا إذا ما كانش فيه تجانس في الداخل إذا ما كانش فيه على فكرة ده مبدأ عند المصريين كمان يعني أنا ما قدرتش يفصل خصائص الشعب المصري لكن الشعب المصري عنده فكرة الوحدة الداخلية رغم التنوع والتعدد طول عمرنا الإسكندرية مفتوحة طول عمرنا القاهرة مفتوحة ففيه تعدد وتنوع ويهود موجودين ومسيحيين موجودين ومبلل وجاليات ما فيش عندنا مشكلة طالما أنت مش مستعمل ما فيش مشكلة